موسيقى بتوقيع ثماني شركات كبرى على الميثاق المصري للمخلفات البلاستيكية قامت وزيرة البيئة بتاتشيني اليوم المصري لتدوير المخلفات الصلبة لأول مرة بهدف حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة مع إطلاق حزمة من الحوافز الخضراء لدعم شراكات جديدة مع القطاع الخاص وإنشاء اقتصاد دائري للمواد البلاستيكية هذا الميثاق الطوعي بندعو شركات القطاع الخاص أنها تتحمل مسؤوليتها وأنها تشترك فيه تبتدي تاخد إجراءات لرفع الوعي تبتدي تاخد إجراءات لإعادة تدوير البلاستيك تبتدي تاخد إجراءات في دمج القطاع الغير الرسمي القطاع الغير الرسمي ده هو اللي يبتدي يلم الأزايز البلاستيك والحاجات دي عشان يباعها فهيبتدي أن هم يعني يساعدوهم أن هم يشتغلوا من خلالهم هيجمعوا الزوجات البلاستيكية المنتجات البلاستيكية ويرجعوا يدهالهم تانية عشان يرجعوا يعملوا إعادة تدوير فأنتي كده استفدتي ثلاث حاجات أول حاجة أقللت من كمية البلاستيك اللي ممكن يكون موجود في البلد وبيتحرق وموجود في المقلب اثنين شغلت القطاع الغير الرسمي وده مكتي في المنظومة ثلاثة مكنت شركات القطاع الخاصة أن هم يتحملوا المسئولية بتاعتهم الممتدة للمنطق أربعة بدأت أن تقضي رسالة قوية جدا في العالم شركاء التحالف أكدوا أهمية هذا المثاق لإعادة تدوير تلك المخلفات فضلا عن إرساء قواعد العمل المشترك بين الجهات كافة المبادرة دي عبارة عن الشركات بتاخد مسئوليتها في إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وعملنا بحث الأول على إزاي نحن نزود كمية البلاستيك اللي بيعاد تدويره فيه طبعا كمية بيعاد تدويرها دلوقتي إحنا عايزين نزود الكمية دي أهميتها أن إحنا هنبدأ ناخد خطوات جدة في حل مشكلة البلاستيك مخلفات البلاستيك بقت كتيرة جدا بتأثر على حاجات كتيرة على الميا والبيئة بشكل عام ومن منظر العام للبلد فده حيساعد الشركات أنها تتحالف مع بعض ويبقى فيه مشروعات مشتركة ما بينهم الميساق اللي اتفقنا عليه ده هو احنا بنوحد جهوب بتاعتنا كلنا كشركات مع وزارة البيئة عشان كلنا نبقى زي ما يقولوا كده على صفحة واحدة أنا في الصفحة من الكتاب فاحنا كلنا متفقين على الطريق اللي هنتحرك فيه وبرضو بقى فيه التزام من الشركات أنها تمشي على الميساق ده أول ما يتعامل اليوم المصري لتدوير المخلفات البلاستيكية يعد انطلاقة جديدة لشراكة حقيقية من أجل الحفاظ على صحة الإنسان وبيئة خالية من المخلفات بحلول عام 2025